كانت كان كابتن محمود جابر المدير الفني المتخب الشباب الحقيقة عايزة حقيقة على التنظيم الجيد اللي ظهر بيه فريقنا صحيح؟ في النواحي الهجومية خاصة في بداية الهجمة وفي ظهور لعيبة وسط الملعب لبعض وإحنا بنبدأ الكورة من ولا كل دي حاجات محتاجة شغل ومحتاجة وقت ولكن هو بنا الأساس بنا الأساس بشكل كويس إن الفرقة منظمة الخطوط قريبة عجبني جدا إن ماجد هاني وطرق عليها اللي اتنين لعيبة بتاع الدائرة اللي اتنين زقين على فوق كويس وده ما يقدرش تتعامل إلا لما تكون بتلعب تلاتة ورن تقدر إنت تزوق العادة الدائرة بتاع فاكرين لما ماتش الزمانية كل أهل بتاع الدائرة اللي قتلكه فريرة عمل غلطة كبيرة إن العادة الدائرة مش زقين روقة وإمام عشور وده عمل مشكلة كبيرة جدا للزمانيك لكن كابتن محمود جابر مدرب صاحب خبرات كبيرة وعمله يعني كان عنده جيم بلان محترم حتى في تغيراته حتى في اختياراته في اللعيبة الغيبة جيم بلان محترم جدا من كابتن محمود جابر لكن عايز أكلمكم أنتوا عارفين أن أنا الحمد لله يعني من أكتر المدربين يعني اللي اديت فرصة لعيبة شباب ودايما عندي الحمد لله لقين اللي أقدر أشوف اللعيب الصغير ده لعيب يقدر يلعب في أنه مستوى يقدر يلعب في أنه مستوى والنهاردة أنا اتفرجت على متخب الشباب وعايز أقول لكم أن في أكتر من لعيب أنا لما اتفرجت النهاردة على الماتش زعلان جدا أن اللعيبة دي ما بتشاركش مع فرقها في الفريق الأول وعارف وبتاني بقول لكم أنا راجل بعرف أقدر الحمد لله مستوى اللعيبة كويس قوي النهاردة في لعيبة في الملعب بتلعب مع متخب الشباب اللي أنا عارف أن هم أكيد لسه قدامهم مساحة من التطور وقدامهم وقت للتطور وكل حاجة لكن فيه على الأقل 4-5 لعيبة موجودين في الفرقة لازم يكونوا لعيبة بتاخد فرص مع الفريق الأول بتاعهم يعني النهاردة فيه ولد اسمه عبد الرحمن رشدان بيلعب في ودي دجل ده بيشارك مع الفريق الأول في الدرقة التانية لعيب هايل سنتر باك هايل قوي وعنده شخصية وبيبدأ هجمة من تحت وسريع وكل حاجة الولد الوينج باك لنحية الشمال اللي أنا بقول لكم عليه رقفة خليل النادي الأهلي بيدور على باكليفت يعوض علي معلول في الوقت اللي هو عايزين يريحه فيه ليه ما تديش فرصة للولد زي ده؟ ليه؟ لعيبة عنده شخصية وعنده شخصية النادي الأهلي النهاردة عنده شخصية اللعيب الدولي تحت ضغط آه بيلعب في مكان مش مركزه فما بالكم بقى لو اتمرأ مع لعيبة الدرجة الأولى واشتغل وحفظ المركز ده بشكل كويس ليه يا جماعة بتروحوا تجيبوا لعيبة بملايين الملايين وما بتدوش فرصة للولاد الصغيرة دول ان هما يلعبوا لو احنا وإحنا صغارين ما كانش فيه مدرب عنده جرأة انه هو يدي فرصة للعيب صغير كلنا عمرنا ما كنا هنلعب فالنهاردة اتنين لعيبة بيلعبوا على الدائرة انا بتفرج على الماتش وكراجل زمالكاوي بتحصر ان اللعيبة دي ما بتشاركش مع الفاني الاول طرق علاء وماجد هاني طرق علاء ده لعيب نمراستة يلعب عادي جدا في الدرجة الأولى مع شوية شغل مع شوية تنظيم مع شوية وقفة صح مع شوية تعليم يلعب نادي الزمالك النهاردة لما تزنق في قيد وشاف ومد دي لقى اللعيبة الصغيرة والولاد الصغيرة الولاد الصغيرة اللي قابت لك احسن من اي حد تاني ولعيبة بتلعب في مركز مختلفة فليه يا جماعة حرام ادوا فرصة للولاد دي مش تلازم الولاد دي بقى عنده النهاردة دلوقتي لما الولاد عنده 22-23 سنة يقولك اصول لسه صغير لا يروح اعارة ليه انت بتصرف ملايين على لعيبة لو جبتلكوا كده اللعيبة اللي بتصرف عليها فلوس و70 في المئة من النوم لعيبة بترجع باكاب بيعهم بنص الفلوس وبروبة التمن اللي انت اشتريتهم بيه او بتسيبهم ببلاش كمان وتديهم فلوس فدوا فرصة للولاد دي حرام والحقيقة واحد من اللعيبة اللي عجبوني جدا النهاردة خاصة في انه هو عنده الشخصية انه هو رجع للجيم تاني احمد نادر السيد لانه الشوت الاولاني خرج في كرة غلط وانا دايما بقيس الجول كيبر بانه هو بيعرف يلم نفسه بعد الغلط ولا لأ واحمد يعني ايه ابني يعني واحد يعني انا اعتبره زي عالي ابني بالزبط فكنت سعيد جدا انه هو لم نفسه في مرة تانية